اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين انا مش عارف ليه حبيت اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا النهاردة وهو موضوع الجشع الجشع واستغلال يعني استغلال استغلال الناس واستغلال الحياة واستغلال الدنيا او يعني ايه واحد ينزل يشتري بخمس تلاف جنيه مواد استهلاكية مواد بقالة ومواد الحوم يعني ايه تنزل تشتري بخمس تلاف جنيه مثلا او بعشر تلاف او بعشرين او بتلاتين اللي هي مثلا بتحدد لحضرتك مدة خمستاشر او عشرين او شهر او 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 ايا كان بداية من يومين تلاتة اربعة خمسة بيبدأ ده تدريج الجشع طب ازاي حضرتك يبقى عندك انت يعني طعام شهر وفيه ناس راح تشتري يعني ما لقيتش حاجة طب تخيل ان الفلوس اللي هو رايح يشتري بيها كمان سلفها يعني سلف فلوس وراح يشتري من السوق ليه الحاجة اضعاف اضعاف ما هو معاه الحاجة اللي هي بعشرة بقت بتلاتين الحاجة اللي بتلاتة بقت بعشرة اللي ليه 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 الاستغلال ليه يعني احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى يعني فيه احنا في محنة جمده قوي وان يعني تعالوا نفترض ان الكلام بتاع كورونا صحيح وتعالوا نفترضه غلط يعني انا همشي معاكم على اي اتجاه لو هو صحيح النهاردة يعني ينفع احنا نعمل مع بعضنا كده يعني ينفع احنا المصريين ان احنا نستغل بعض ونتفرج هي دي الجدعانة المصرية يعني هو كده المصر ده كده جدع لما يتعرف عننا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال يعني الجهات الغير مصرية ان احنا مثلا المصريين بيشتروا كتير وفيه ناس مش لاية والحاجة اسعارها ازادت دي مش اخلاق بلاش اقول لك اخلاق دين لا خلينا قبل الدين اقول لك هي مش اخلاق اخلاق البناء ادم نفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه اخلاق البناء ادم نفسه دي مش اخلاق ان انا اروح اشتري واخزن وغيري مش لاقي او راح يشتري ليه حاجة ثلاث اضعاف اجبرته علشان خطر اولاده انه ممكن يستدين تاني علشان خطر يشتري الحاج وحضرتك بتخزن مع احترامي الكامل بتخزن مين اللي امر حضرتك يعني اي دين امر حضرتك انك انت تخزن الحاجة دي او تشتري اكتر من الطاقة المطلوبة ماشي يعني ممكن تجيب حاجة يوم اتنين تلاتة هفيش مشكلة انما يعني لو وصلنا للاسبوع فبدأنا ندخل بعد كده تدريج ونطلع لفوق ده كلام مش كويس ده استغلال وجشع وبنشجع التاجر ان هو يستغلينه احنا اللي بنقوله استغلينه ما استغلتنيش انا استغل غيري يعني احنا بنشجع الجشع مش عايزة اتكلم بنشجع الجشع احنا بنشجعه احنا اللي بنقوله اسرقنا عشان يعني الموضوع ده موضوع مهم جدا لان كل واحد راح اشترى اه وخزن انا انا يعني اه تقريبا كده ده ده حاجة مش كويسة قوي عند ربنا يعني ماشي يعني غير مقبولة كمان مش عارف فيها صفحة ولا لا الله اعلم ما عرفش بس بحسها حاجة يعني ايه جمدة قوي ده داخل عليهم نفترض مرض لقدر الله ويعني انا انا مش رايح اساعده في مرضه او رايح اقول له مثلا والله اتفضل انا جبت لحضرتك صندوق كده فيه دي تقول وفيه حاجات كده هدية مني ليك كا استاذ محمد من الجيزة اتفضل اه الله سلام حضرتك اه الله سلام باشا دلوقتي اخوانديم فيه مشكلة موجودة عندنا في السادريات اتفضل اسعار المطاهرات والكمامات وصلت لاسعار خيالية اسعار الكحول ازاز الكحول والمطاهرات الزغيرة اللي ازايها ما اتعداش تمانها عشر او خمشار جنيه وصلت لستين جنيه وسبعين جنيه ومية جنيه اقول له حضرتك ليه فضل لان لما اه مع احترام الكامل مع احترام الكامل لوزارة الصحة والمجهود اللي هي ايمة بيه مع احترام الكامل لأي وزارة في مصر واي حد في مصر على المجهود اللي شغلين فيه لمواجهة كورونا ولكن بجد خدوا اراءنا بقى يعني كمصريين بعد ازا حضرتك خليك معايا استاذ محمد صادر خدوا اراءنا كمصريين الراجل اللي بيتكلم ده بيتكلم اساس حاجة غليت انا شايف من وجهة نظر ان كان المفروض السوق يعني يدعمه بكميات كحول ودتول والكلام ده كله اللي هو الخاص بالنظافة كان لازم السوق يدعم بالكلام ده لشان ما يحصلش عملية ارتفاع الاسعار وانه واجب على الدولة انه هتحاسب اي جشع في هذه المحلة لانه لا يعد مصري اي واحد جشع النهاردة استاذ محمد خليك معايا اي واحد جشع النهاردة انا باعتبره مش مصري ولا يعرف حاجة عن الجنسية المصرية نهائية المصري دم واحد انما انا اكل وغير يجوع ابقى انا اللي كلت مش مصري استاذ محمد في اي مشكلة تانية عند حضرتك هي اكثر حاجة يعني احنا بنعاني بها في المناطق الشعبية ان احنا من مناطق شعبية شعبية بحتة موضوع المطهرات ده استاذ ليبت سعارها باسعار برا الاسعار اللي مفروض الدولة بتدينا الاسعار دي تبقى مدعمة لنا يا استاذ محمد احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنوجه نداء انساني الى وزارة الصحة والى الحكومة المصرية بعد اذن سيادتكم مشكورين على المجهود اللي حضرتكم بتعملوه ياريت لو تدعمولنا او السوق ينزل فيه كميات كبيرة او الكواتر المسلحة اللي معاودانا دايما على الوجود في الازمات عايزين الموضوع بتاع المنظفات ودتوله الحاجات دي اصعارها تهدف السوق نهائي ياريت ياريت في صباحا ياريت شكرا الاستاذ محمد اه متى يال احنا لو بقينا يعني عندنا رحمة بعض اه ما مش هيبقى فيه مرض كمان بطلب من الحكومة المصرية اذا سمحتم حتى لا يبث الرعب داخل الشعب المصري بلاش نعلن عن الارقام بتاع كورونا وانا واحد من الشعب موافق بناش نقول فلان من بلد كذا جالوا كورونا او عندنا عدد كذا او اذا العدد قال لي او مش عايزين لو سمحتوا يعني ياريت بعد اذن حضراتكم ما نسمعش العدد علشان ما يحصلش هلع وفزع معنى ان انا اقول ان في خمسين حالة من المنطقة الفلانية اشارتي اليها اشارة جامدة وعملت عملية رؤب للمربع ده. سيد سامة من البحيرة اتفضل يا فاند. سلام عليكم. عليكم السلام وبرحمة الله. لو سمحت يا فاند دلوقت انا رجل نجاشه على دراعه معايا اربعة ولا. دلوقتي انا دلوقتي منطلب ان انا نقعد في بيتي. وانا رجل على دراعه يوم شغال ويوم جاعي. دلوقتي مين اللي يحس بيه عشان نجيبيه مية لعيالي. بقول لك حضرتك يشغل ايه? لقاش. طيب عايز نصيحتي? اي. تاخد بكلامي? اتفضل. طيب كل اللي يصيبنا? كل اللي يصيبنا? الا ما كتب الله لنا. تبعك لعيالي. اسمعني. صلى على النبي. كل اللي يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تمام? اي. انت شفت المرض ده بيعنيك? يا فندم انا شفت المرض. شفتو فين? يا فندم انا معاك او مع الدولة. شفتو فين? انا معاك ومع الدولة. يا فندم انا رجل مش مسكك. اسمعني انا بس عايز اوصل معاك لحاجة صغيرة. دلوقتي الحكومة المصرية ووزارة الصحة بتقول لك ايه اعمل ايه? اغسل ايديك بالصابون والدتول وطهر نفسك والبس الكمامة واطلع شغلة. يا فندم احنا كلنا مع الحكومة وكلنا في دايرة واحدة. بس في حاجة. بالوقت الشغل بدأ يجل. وبدأت الظروف كلها بجت بياجة علينا. اول شغل. قولي بقى الشغل بدأ يقل. مش انا الحكومة بتطلب مني يقعد في البيت. الظروف لجت دلوقت الحكومة غزبا عننا مش هنقدره نطلع. اه اه اه. قولي. اسمعني بس اسمعني. قولي الشغل يقل شوي. ايه. يبقى احنا دلوقتي برضو بن 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 نوجه عناية الدولة. ان بعض الاعمال قلت. وان يعني المفروض السلعة التموينية تقل شوية سعرها او تزيد او تتحرك على حسب الرؤية. اه. رؤية حضرتك واضحت وتشكرين جدا. اه. السلعة التموينية بعد ازن حضراتكم استادة الحكومة الافاضل بعد ازن حضراتكم يعني بعد ازن حضراتكم يعني. السلعة التموينية يعني يتم زيادتها شوية. وكنت انا شفت خبر كده على السوشال ميديا بقول ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اه بيأمر بسبعة في المية منحة تقريبا مش عارف المنحة الجاية. وانا بقول السيادته في المنحة في المحنة. الغي المنحة. استاد سيد بن ده منهور. ايوة. فضل لو استاد سيد. ايوة حضرتك. سامع عليكم. طبط الله يبركاته ازاي سيحة حضرتك. فضل. انا سامع خرجتك بقول ماليش. الحكومة بقول للضرورة القصوى ننزله الشارق. مين قال كده? الحكومة اللي بقوله في الاعلانات كده بقوله يومية. طب صلع النبي. هو الشغل بتاعك ده مش ضرورة قصوى? بايست صلع الحبيب. اصلا سلام. ايوة ضرورة قصوى بايست صلع الحبيب. انا راجل بتاجر في شوية حديد ازالات خردة. بتاجر في خردة? بحديد ازالات. عندك مانع انك انت تلبس جوانتي? نا. عندك مانع انك انت تلبس في ايدك جوانتي وانت شغال? نا. طب ماشي طب مانع كل ايوة في بلد حضرتك. كل ايوة في بلد. عندك مانع تلبس جوانتي? لا اله الا الله قولي. تخلص والاسعار نضرت والدنيا تبازت وخسرنا. الدنيا بازل في يومين لفترة. يا فندم يا فندم. البس جوانتي ولبس كمامة صحيطك هي الاهم. احنا مش بندور دلوقتي على الفلوس الخسارة. احنا بندور دلوقتي واقسم بالله العلي العظيم. انا ما جبت حاجة ببيتي خزنة. زي ما بعد عالصوبر ماركت بالليل باقود اللي هي الطاقة بتاعت بالليل لاني انا مش عارف انا هقوم الصبح ولا لا. لاي سبب ان كان? انك تآمن انك انت هتاكل الاسبوع اللي جاي ده كله او الشعر كله. انت مش مؤمن بان الموت يأتي فجأة. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لازم تآمن بان الموت يأتي فجأة. ان انا مش ضمن اكمل الحلقة ولا اطلع برا المكان اللي انا فيه ولا لا? استاذ اشرف من الهارة متفضل. طيفا. اتفضل. استنى. خليك معي يا استاذ اشرف دي واحدة. برضو عشان الموضوع بتاع الحج اللي كان بيكلمني بقول لنا تاجر خرزة وباختر هو كله بيخسر دلوقتي بس بس مش هنجوع. اه احنا هنخسر من المكسب. مش هنخسر من الاصول. يعني كنت بكسب الف هكسب خمتمية. عادي. عادي لحد ما الهيام دي تفك والدنيا ترجع تاني. استاذ اشرف معي من الهرم? اي يا فنزم. فضل يا بشي. اي يا فنزم. بالوقت الاعلام يا فنزم عمل روعب اصر المواطنين. مصبوط. احنا الوقت مش عارفين الحقيقة. عايز الحقيقة? اي يا فنزم. شو اغسل طهر ايديك وطهر وشك والبس الكمامة وشوف شغلك. طهر وشك والبس الكمامة وشوف شغلك. لا يا فانديم احنا اهلا من التزمين بالتعليمات كلها بتشرف شيشة لما الشركة مثلا تدي لا يا فانديم حلوة اوي اللي بيشرف شيشة وانا واحد منهم امتنقت عن الشيشة على الكافيهات نهائي نهائي يعني الحكومة قالتلي ما تشربش شيشة ونزلت لماء لا انا بقول للحكومة يا ريت لو طلتها قلنا يعني قرار او قانون بقول ان من حق المربع السكني انه يطالب صاحب الكافيه بازالة الشيشة اللي عنده ادبا كده واخلال لو سمحت علشان ما نبلغش عنه مادم الدولة قالت الشيشة لا ما تستلاش انت في قهوة تقول ده نصنا بعيد او قريب او ما حدش شايفني لا ما عليش بعد اذنك الغ الشيشة شوي بعد ازنى حضراتكم هنطلع فاصل لمدة ثواني وهنرجع لحضراتكم تاني اعزائي المشاهدين شكرا لحصل انتظار حضراتكم عدنا اليكم باذن الله احنا طبعا اتكلمنا بقى على موضوع الجشع والاستغلال ام احمد من اسكندرية تفضل السلام عليكم لو سمحت انا اقولك على حاجة يعني انا كنت معيدي الصدر وروحتي الصيدلية انا كنت باشتري الشريط ده يعني ايه ب37 جنيه وبعد كده غالب ايه ب42 لسه مفيش اسبوع بشري يقول لي 48 جنيه اسمه ايه؟ يعني الصيدليات مفيش رحمة ابدا ولا البيعين اسمه ايه العلاج؟ هو بيتحطب البخاخ مش عسا اسمه والله علاج بتاع ايه؟ بتاع الصادر البخاخة البخاخة؟ بتاع الحفاثية ايوه تمام تمام والبيع ايه بتاع الخضار يعني ولاها مفيش رحمة والله يا اخي والله وصلت الرسالة السيد من ده منهور اتفضل ايوه حضرت اتفضل يا فاند احنا معاي مظلوم يعني احنا برضو اه في واحد النهاردة بيخسر دي حالة لكن احنا بنقول النهاردة لو بنكسب 1000 جنيه بقى 500 بنقول مفيش مادع مفيش مشاكل الامور ماشية وعندنا ظروف وهتعدي لكن واحد زي الاستاذ اللي كان بيكلمني الحج اللي كان بيكلمني البشمهندس اللي كان بيكلمني في عنده فعلا ظروف قهرية هيدخل في دوام الدين وناس هتقعد مش هتاكل وناس مش هتشرب احنا مفيش مانع ان احنا نارد مشكلته ويمكن الدولة تساعده وتوجهه بالافكار باي حاجة بتقول له انت ماشي غلط لا امشي صح ده هذا الوضع كذا كذا تعال اخذ مشروع كذا علشان خاطر الناس اللي معاك ما تقعدش في بيوتها كمان بعد اذن حضراتكم عايز بعد اذن سيادتكم بقول وزارة الاوقاف بعد اذن سيادتك يا فندم اولا المفروض ان احنا ما نخافش من الموت لان احنا رايحين للقاء الله سواء على عبادة او مقصرين او 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 احنا داخل رحمة ربنا دايما دايما وابدا احنا داخل رحمة ربنا سبحانه وتعالى فبقول سيادتك يعني هو الواحد لو بيصلي صلاة الجمعة وجاله كورونا مات وهو قاعد بسأل حضرتك لو انا جالي كورونا ومت في صلاة الجمعة مش برضو دي تبقى حاجة كويسة ان انا توفيت في قلب المسجد مش دي علامة مبشرة بدل ما تبقى صلاة الجمعة انا بقضيها في البيت لوحدي ومت لوحدي بقولي يعني لما موت في وسط الناس والناس اللي موت في وسطينا كجاخل المسجد يعني المفروض ان المسجد الحاجة الوحيدة اللي بقى لان انا اصلا رايح على طهارة ده انا رايح متوضي مش غسل تعالى بقى حضرتك غسل بقى ايدي بالصابون والديتون رايح متوضي بقى ايه يعني بحرص اكبر وكمامة وروح اصلي يعني لو باب المسجد اتقفل متهيالي يعني الدعاء ممكن ما يترفعش ولا ايه مش انا ما مش عايز افتي يعني بس بقول يعني ان احنا دايما تحت رحمة ربنا سبحانه وتعالى اه انا انا اسف دي افكار بالنسبالي ماشي مش تعديل هو يعني انا بحط نفسي في مكان اقول ايه او اعمل ايه في الازمة ديت لان الازمة ديت بتبقى عايزة عقول وعية جدا تاخد الموضوع بجدية انا بصراحة من الناس اللي خدت الموضوع باستخفافي الاول لكن بصراحة بدأت انتبه ان الدولة شغالة بجد انا دايما بالوم على الدولة في ان هي او الحكومة في تقصير لكن والله لأول مرة اشوف ان في جدية جامدة جدا في التعامل مع الملف بتاع كورونا سواء كان من كان وبقول للناس الناس اللي وراها اعمال وشغل اخسل ايديك والبس الكمامة متطمن اوي ايمانك عالي وثيبه على الله اخسل ايديك وما تلبس الكمامة ما فيش مشاكل ما تسلمش على حد ولا تبوسه ما تسلمش على حد ولا تبوسه حتى في الصلاة ما تمسكش ايده ما فيش حاجة عادي عادي احنا بنتكلم على مرض لا اقدر الله ليجي الواحد بلاش يجي للتاني بلاش تنقله لحد خليك حريص ان هو اسلط ما يجيلكش خليك حريص انه ما يجيلكش حاجة اخيرة هقولها قبل ما نختم البرنامج انا وانا داخل مدينة الانتاج الاعلامي عملي كشف بالجهاز اني عندي كورونا ولا مفيش ارجو من الحكومة المصرية توفير هذا الجهاز بكسرة في اماكن عدة مع شبابنا الجميل حتى بتاع الجامعات اللي ممكن يتطوع ويبدأ ينزل اه وكل الناس تتقبل عملية الكشف بس الدولة تعلن وياريت كمان يتم في وسائل الاعلام اخر حاجة هقولها في وسائل الاعلام فيه ناس بتنزل تنصب باسم كورونا ويقولوا احنا جايين من وزارة الصحة نرش مبيدات ويسيبوا لهم البيت والنصابين تسرع الحاجة اللي في البيت وتتوكل على الله بدون اي مقاومة بدون اي حاجة وكمان يقولونهم ما تخشوش البيت اللي بعد ساعتين تلاتة يعني يكونوا مشوا ياريت الاعلام المصري بعد ينزل حضراتكم سوشيال ميديا يعني وزارة الصحة تحدد لونها وتحدد ناسها وكرنياتها اذا اعلن او انها تعلن ان الموضوع ده مش موجود اعزائي المشاهدين ساعدت مع حضراتكم واسف جدا جدا للعصبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة